اشتركوا في القناة وما ينفض عليها كانت له نورا في قلبه ووجهه وقبره وحشره وكانت له نجاة يوم القيامة اللهم اجعلنا من اهلها ربنا اجعلنا من المحافظين على الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وهناك فعل في الصلاة اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر كل الذنوب ما رواه حنظلة بن علي ان محجن ابن الادرع حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فاذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم اني اسألك يا الله بانك الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له قالها ثلاثة اخرجه ابو داود والنسائي واحمد قال قد غفر له ثلاثة اي ان الله عز وجل لمحا وكفر عن هذا الرجل ذنوبه كلها قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا تأكيدا واسماعا لمن حوله فضلها فهذه التوسلات الى الله عز وجل من افضل الاسباب في اجابة الدعاء وهو التوسل الى الله تبارك وتعالى بصفاته العظيمة واسمائه الحسنة ووحدانيته جل وعلا فذلك من اعظم الاسباب لاجابة الدعاء فينبغي للمؤمن ان يتوسل الى الله عز وجل باسمائه الحسنة وصفاته العلا وتوحيده الذي بعث لاجله رسله عليهم السلام والذي لاجله انزل كتبه عز وجل فلله سبحانه وتعالى الاسماء الحسنة والصفات العلا وقد امرنا جل في علاه ان ندعوه وحده ونسأله وحده ووعدنا عز وجل باجابة الدعاء قال الله تبارك وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فكل عبد يريد شيئا فليسأل الله تبارك وتعالى فالله سبحانه قريب مجيب فهذا الدعاء قد جاء في الجلوس للتشهد يقول اذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهذا يدل على ان هذه الادعية تقال في التشهد الاخير قبل السلام وانها لا تقال في التشهد الاول فيجب على العبيد توحيد ربنا تبارك وتعالى عقدا وقولا وعملا وعقلا وقلبا وظاهرا وباطنا بان يعترف بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه هم بانواع الايبادة التي تليق بربنا عز وجل على ما شرع وانزل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد يعني الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر فهو المتفرد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وربوبيته وإلهيته لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فالله عز وجل أعلم بما يكون من ذلك هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منه براء وأعوذ بالله تبارك وتعالى أن أذكركم به وأنساه أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين